أهلاً وسهلاً مشاهدينا الكرام ومشاهدي أنفاس بريس دائماً في إطار حلقة من حلقات برنامج ضيف أنفاس بريس معنا السيدة نجيبة جليم مرحباً وأهلاً وسهلاً بك شكراً سيكسي وإستضافة مرحباً أولاً أنت رئيسة بيت الحكمة يعطينا الخلاصة أو الحصيلة خلال هذه الفترة الأخيرة وأنتم تكلمتوا على أساس أن الحرية العامة وضعتها دائماً الأولويات للإهتمامات داخل بيت الحكمة بيت الحكمة منذ تأسيس ديالها من طرف السيدة خادجي رويسي كانت توجه ديالها واضح في ترسيخ القيم الديمقراطية المتعرف عليها دولياً واشتغلت كثيراً فريق بيت الحكمة اشتغلت كثيراً لما الحرية الفردية حيث أنه في 2008 أول نداء بالحريات الاحترام الحرية الفردية كانت صدر عن بيت الحكمة وفي 2015 كانت نداء من أجل حريات الحرية الفردية غير وفي 2015 مستجد أنه كنا في ظل دستور واختيارات دستورية جزم فيها المغرب واختارها لكانت تتماشى مع الاتجاه وقعدنا الكرة في 2019 طبعاً مني كان نقول بأننا تشغلوا لعي الحرية الفردية ليست منفصلة عن الاختيارات العامة لأن الممارسات العامة ليست من القطاعات لأن الحرية بالمفهم ديالها اليوم في مفهمها في مجتمعاتنا كي يفهمها سيبة وكي يفعلاً لما يقدر شيء يمارسها ولا يكون خطار تعطيها له يعني ما يمكن شيء إلا ما كانش مواكبة أو موازات بين وضع القوانين وبين العمل على ترصيخ ولا تكريس للمفهوم ديال الحرية في المجتمعات تجربة غادي تكون صحيبة تقدروا يكون عندها تداعيات خطيرة على المجتمع ونحن نعرف بأن الثقافة المغربية استثناء عندها المغرب ماشي هو هولندا ولكن المغرب ماشي هو السعودية وماشي هو الإمارات وماشي هو لفخك جسد إذن حاولنا نتمشع ولذلك بالموازات مع أوراش الحريات الفردية كان من واجبنا أن نتوجه للناس المسؤولين واللي المفترض فيهم أنهم يهيئوا المجتمع والعقليات لتبني والعيش في ظل الحريات الفردية وهما طبعا سياسيين من جهة الإعلام من جهة أخرى وطبعا أفراد المجتمع المدني هل كان السياسيين الإعلامي مش قامل بالدور ديالهم فيما يخص إقرار دي الحريات الفردية؟ سؤال وجيه طبعا الحريات الفردية اليوم أنا نسمو الكنتكة إعلامي هل اليوم عندما نلتقي بإعلامي حداتي هل معنى هذا أنه يحمل قيم الحداتة؟ ماشي بدرورة ماشي بدرورة للأسف هذا ما يجعل من المسألة الصعبة الإعلام كم أشخاص يتقاصمون هذه القيم معناه ويشتغلون بطريقة مهنية وكم للأسف أشخاص الذين يكرسون العنف والكراهية في هذا الشأن هل يمكن أن هذا هو فردي أم هو مؤسساتي؟ لا يمكن أن يكون في الجانب الإعلام لا يمكن أن يكون مؤسسات التي تكرس العنف ضد المرأة أو ضد الأسرة منهجي وليس فقط خراجات أخطاء إعلامية مهانية نفضل أن نقول أنها عطارات أو تعطرات أو عدم فهم لكي لا ندخلها في صراعات ونقاشات المهم هو أن نعطيه النقاط لبعضياتنا المهم هو أن نستطيع أن نجاوز هذا الشيء ونوصل النتائج أنا ساعد إعلام التلفزيون الذي قلناه في طوب العنف كان الهاكرة وضعما تراقب هذه المسألة أيضا كان الآن مجلس الوطني الصحف الذي يفرض عليه أنه يراقب الدور لأي حد كان خيطة الكراهية وخيطة العنف وعدد من الخروقات ضد الأخلاقيات لماذا تلمسوا أن هذا المراقب على سعيد تلفزيون؟ أنا بصراحة أخف في المقالات الصحفية في المقاعدين لا تنطرقوا هذه المسألة ولكن في الفضاء الشخصي لأن الخطر لدينا اليوم هو أن تقرأوا في الفضاء التواصل في الفيسبوك أو في الفيسبوك هذا هو خطر الخطر لما وعيناه ليس إشكالية لها تكون بعملين جمبار وجميل جدا أن المسافة هيئة دستورية أنها مني كيكونوا بحل هذه التجاوزات لا تكتفي بأنها تتصدر القرار صافي لا تترجع وينشر أظن أن نحاول أن نشر هذا الشيء مع جموعة من الإخوان والزملاء والمواقع ولكن ليس كيفية أنا لديها الرجل خصوصا كما قلت نحن الآن أحد موجة أخرى هنا موجة التواصل موقع التواصل الشمائي هذا الخطير لا نحصر الصحافي سوف نعود بقدر مشاعر التعبير أمام الناس ولينا أمام حدة العنف الرقمي وخطيرة جدا بالنسبة للمجلس الوطني الصحافة لم يكن لديه نفس الدور لها كفر المسألة لأنه كان قانون يؤثره ولكن فعلا لجمة أخلاقيات يمكن أن تدخل في هذه المسألة سنعرفه بأن اليوم على رأسي زملاء وناس حادثيين اللي عندهم رصيدهم من النضاء للأسف كنظم بأنه بقي مكينش واحد لاتخيز بكونسيونس بأن نره المغريب عطى اليوم واحد الآليات قانونية وصلاحيات لمحاربة هذا العنف علش ما كيفاعلوه ما فهمتش بكل صراحة نحن كمجتمع مدني على اتصال دائم بالمجلس الوطني وذلك ما وصع أقوله نحن نفخرون بأنه هناك تجاوب بنفس الطريقة التي تجاوب أشكرهم هي حماية المواطنية الشخصية هما هناك تجاوب جميل ولكن لا يكفي أن بيت الحكمة تكون بوحدها لتدير هذا هذا يجب أن يكون أي شخص يهتم بالشأن العام نعم قلت بأيضا إلى جانب الإعلامي كانت تكلمت عن السياتين ما هو الدور لهم هذا القارد الحرية الفردية والعنف هذه قصة ورواية بحل لك الحجيات ديالزمان كان المقتضايات الدستور ديال 2011 من كان من المفروض أن يفعل لأنه دستور ولا في الأحلام وصلا أقول أنا تكوني قانوني يكون تبقنا غير اللي عندنا في الدستور كان سيكون لهذا البلدي طريق ومصار آخر ما هو من المفروض يفعل هذه المقتضايا حكومة والسلطة الفيديا ما هو الحكومة والسلطة هؤلاء السياسية لأن هؤلاء الموزراء التي نرى هؤلاء 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 كان من المفترض أنهم نزلوا هذه المسائل لا في حين أنه في حكومتين الدستور بقى كأنه كتاب حطيناه بالعكس نقول أن السياسات العمومية اللي كانت في حكومتين كانت مخالفة تماماً للتوجهات الدستورية لا يمكن أن نكمل على التوجه على البرابج لحطيتهم وزارة الأسرة لا تلقى عندهم التعليق بالتعليق 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 هؤلاء 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 توافق عليه جميع الأطراف في هذه البلاد يجب أن تضغط لكم لا يمكن لا يمكن أن تأخذ الاختيارات والسياسات العمومية اللي بغيت الطبقات جبالية من المزباق عندك في الدستور ديالك اختار وطبق وغادي تلقى المجتمع المدني أخرى لا يمكن أن نكونوا واضحين هؤلاء الجمعيات الذين يخدمون في هذا أين هو المجتمع المدني لم يدخلهم لم يكن جمعيات لهم لا يمكن فضيحة فضيحة الجمعيات اللي يخدمون غير تيوزع الكفة باش يسندون في الانتخابات لا سيدك جمعيات المجتمع المدني كانت تعيطونهم باش تتوافقهم معهم وتأطروهم وتاللي ما فاهمش في ذلك المجتمع المدني كان شرحول شنو والدستور واللي ما عرفش يدير برنامج كان صنعوهم معه و تنخرجوه باش يقدر يقدر هاد المواطنين اليوم نحن مع مواطنين يقول لك نحن نقلب هنا عن انتخاب هاد المواطنين ينتخب ننتقل على المحور الاخر هو صبفة جانب العنف و حتى المرأة و حلوية الفرديخ متعلق بالمحاكمة الأخيرة التي أطورها رأي العام الواطن و حتى الدولي عمر سابطب من الفين المتعاملين الرئيسوني و راديونتوم صدرتوا بلاغ أعطيونا الحيتيات ربما كان سابقة أنه بيس الحكمة يتكلم على هذا الموضوع بيت الحكمة فعلا هذه السابقة الجوج دي الحوج سابقة لأنها بيت الحكمة عندها اختيار واضح نحن مع المواطنين الذين اختاروا مغرب المؤسسات و فخورون بأن المغرب يصدر هذا الدستور بنسبة لنا هذا هو الحل و رهان المغربة والمغربة اليوم هي معركة قانونية تغيير من كل موضوع من داخل إطار مؤسساتنا و ليس الأشخاص لا أقول أن المؤسسات كلهم جيدة ولكن المؤسسات هناك هنا ربما هناك أشخاص و نظن بأن لا نكونوا جاهدين و عدميين هناك توقفات القضاء هناك توقفات الناس المسؤولين هناك توقفات المسؤولين هناك تغيير من كل موضوع غير من هذا و إذا كانت لدينا ملتزام لأنه يكونوا محاكمات مع المرنة ما ندخل لأن في احترام الانتهم المادة 15 من المسطرة الجنائية و ماذا سنبدأوا ندخلوا و نختارنا واحد و نبدأوا نعكله و نبدأوا ندخلوا و ندخلوا و نخدمه و ندخلوا بالجعب و ندخلوا و ندخلوا و ندخلوا بلغات و نتتبع و لا يوجد و لا يوجد صاحبات و لكن يمكننا أن ندخلوا بلغات و ندخل هذا من دعوة حبية من النقابة الوطنية للصحفة لكي يستمع لنا لفج الفيدرالية للدولية الصحفية في هذا الشأن طبعاً نحن مفاتحين وكلنا عارفين اليوم بأنه تم استغلال هذا الملف على الصعيد الدولي فأتي نحن قد أسرق بشكل مدار اسم في القضايا اصطريقاً نقول كنت ليست مدار بالراجل والمرأة يجب أن يكون خلال ادخل الراني و لا يتقابل لذلك نلتقينا بإنهاتي للأمين و إنه مغانا نقام الدون و تقاسمنا و نلوقع و نجحنا فعلا استمعنا الضحايا و تسبعنا الميلف ولكن ما كان شيء يمكن نصدره بلا لأسف ما كان شيء كان عمر و سليمان اعتقلوا و لم نسبعنا شيء ولكن خرجنا بحكم الناس الكتير و انت الصحفي و اننا صحفية و اننا من الزملاء و اننا نعرف بعضياتنا المغرب و اخرى كبير و لكننا لا كبير ش بالزاف و اننا نظروا على ميدانة الصحفة و نعرف بعضياتنا و انتصدرنا نفس البلايانس و انتصدقوا عندنا نفس الأصدق يعني من قبنا بعد الابحث و كنا احد الفكرة التي لا يمكننا شيء نتقاسمها لان قارنة البراء انه كاينة عند الطرفين نكفول الجميع مني خرج البلاغ لالافيج و لالنقبة الوطنية الصحفية طبعا كان خصنات احنا ينخرجوا البلاغ لان بلاغهم فعلا لم يوضح نوقفانا اضافة الى ان اختيار البيت الحكمة هو اختيار المواطن المغربي لليوم للأسف اللي بقي ما نفهموش بزاف ديال المسؤولين و اننا ره سالينا و قطعنا و انت المغرب اليوم كان واحد التوجه و لانت توجهو تربية و تقافة جديدة عند المواطن المغربي هيده الوضوح سالينا من ذاك شي ديال البلاغات المبهامة سالينا من ذاك شي ديال بالاتين لما تقولش سالينا من المرحلة المنزلة بين المنزلتين اه و يخص وضوح حتى في المواقف و في كل شيء لانه هذا الوضع لا يحتامل و خاصة في ملف فنة مثل ملف ريسوني و ربي نحن مراقبين في هذا الوطن ديالنا مراقب هذا الذي تقولك انا كنظم بانه و رأيته انت كصحفي المقالات التي يزوي يعني المغرب في نظر هل هذا المنزل كان ودير بحكمة سواء من طرف الدولة في قوانينها و في إجراءتها الإدارية و حتى في طريقة الترافع على هذا المتهمين الرادي و الريسوني بالنسبة ل هذا الجواب الذي تمناه قانوني شوف وكيل الذي يصدر القرار للقبض على المضنون على الضانين أرى ما يجب لديه مصطرة قانونية مزيرة و لا يعني أنا لا يمكنني أن أخير أن يصدر القرار و على الأقل يحترم المصطرة و هذا قد يتحقيق أننا سوف يقلصون اليوم و نخيطون و نعطون الرأي ديننا و يقومون مقيدون بقوانين خاصة في المادة الجنائية و هذا حتى يجب أنه في الصدر الأحكام و لا يجب أن يكون يجب أن يكون خاصة إلى الأحكام و أخلاقيا و بالعقل يصدر قانونيا أي قاضي من أجل قانونيا و بالله لا يجب أن يكون تقليل حكمه تحت طائلة البطلان و هل تخيل نحن نعرف بأن هذا القضايا سيحكم فيهم واذا تظن بأن هذا القاضي سيعلل في حين أنه لا نرى ما يروج له من قيصات وحكايات من البعض وأننا نحن في الغابة لا يوجد قانون يحكمون وهذا القاضي رقالص رفقات لي في الصباح أو سير ما هذا القاضي بأن هذا القاضي لدينا شيئا ما يمكننا بأنه في رأينا لا كمجتمع مداني ولا صحفي انت كي يصدر الحكم هل على الملف أدير في اللوظ؟ ما هذا القاضي عندك مشكل وما يعني تتكلم ما يجب أن تقول للمواطن؟ لا يجب أنه عنده امتياز و لا يجب أن لديه أفهم ما يجب أن المنسى لديهم الحق في كتقديل لديهم لذلك الوقع في الملف ليس خطأ في التدبير الدماراج الدوسي للأسف كانت استراتيجية لم تتخدم حتى مصالح عمر وسليمان للأسف لا نكونوا واضحين تقبط هذا الملف وبدأوا سيصوبه كما يريد أعطي للملف حجم أكبر خطوصا مع هذا الحجم طبعا أعطي له الحجم بصفة الاستثناء وهذا ما لم يعرقنا تكلموا يا أخي على الاعتقال الاحتياطي الاعتقال الاحتياطي نحن يراها من زمان و جميع الناس لم تتبعين شعلام والقوضات وحتى إدارة السجود كانت تقول لهم أدفكوني من تقوش دير العقل الاعتقال الاحتياطي للنهرك يتقبع لي بحبسي غالي إذا لم تتخلني ذاكرتي فهو شيء قلمة 140 دريم من النهار رميزانية تتخرج يعني اللي كان من غير المعقول أهداني الموس بقارنة البراءة كيف ممكن وضع إنسان في الاعتقال الاحتياطي ومن بعد ممكن حكومه لبراءة ومن بعد مقضى واحد شهور تبقى معك ولكن هذا إشكال قانوني مطروح أنا غير مرتبط فلان ولا علا وإلا كيشيني ضخصوا نقوموا به وبوصل الإطار ولكن باش نقولوا بأن هذا الشيء طبق فقط على زميل عمر رادي وسليمان الريسوني لا أنا لست متفق هذه ليست هي الحقيقة الحقيقة وفي البلاغ دينا أنا قلناها هناك هذا للنظور يومي لفقهاء هذه البلد في القانون يكملوا هذه المسائل ونحن نشدوا بعيدهم ونحن نشدوا بعيدهم وننظف هذه المسائلة حكمة رسالة كم الجانب الحقوقي كيف يشك بحث تدبير الحقوقي لهذه الملفين سواء على السعاد الوطني أو السعاد الوطني هناك تدبير لم يكن نهائياً في المستوى وطبعاً هذا لم يرقى الجامعة إيفون فغ مافت أسمح لي، أم تاني عندما جاء لدي طرف اشتاكيلي ونعطي الطرف الآخر ونعطيه المعلومة أظن تسبعتم هذه المسألة في قضية حفصة بطهر ونعطيت شكاية لدي جمعية حقوقية وستشرت معهم، ربما كانت تدبير في هذه الساعة في هذه الوقت وانطلاقاتها، ربما كانت تستطيع الأمور بشكل آخر طبعاً في نفس الآن حفصة دفاعها وحكي الميلف ونحكي الميلف فوجئنا بعد اعتقال عمر بفيديو يتحدث فيه عمر عن ما أدلت به حفصة بطهر للجمعية بعد ذلك تبقى المعطاية الشخصية وصلاحات المسألة هذا عمل يتنافى مع الأخلاق ومع العمل الحقوقي ما من السليم أن هذه الحقوقية تناصر المتهم دون الضحية؟ لا المنصرة تكون بجوج من نفس الطريقة التي نحن مجتمع مدني ولا إعلامي لا، ما لدينا شيء الحق عباد الله تأتي من هذا ما كنت تأتي وتقول هذا الذي لديه الحق القانون بقي العاطي هون قارنة البراءة ليس لك الحق أن تناصر أحد الطرفين طبعاً أصار هذه مسألة أخرى لأن هذه المسألة تحكمها العاطفة ولكن لكي تكون أطراف المسؤولة وحقوقية وتكون عندها موقف تابت لصالح أحد الطرفين هذا يتنافحت مع العقل أو العقل أو غيزونالوجي لا نتمنى لا نتمنى بصراحة نقول لك وصول الجمعيات يجب أن تقيم الناس الذين يقوموا بالعمل من نفس الطريقة التي سنقوم بالإعلام نحن في ملفات ساخنة أخرى نشتغل عليه حالياً مع المجلس الوطني للصحفة فهذا مسألة الإعلام عندما نرى مثلاً أشخاص عندهم موظفة وعندهم بطاقة مهنية رأى كاريزة هي ازدواجية هي ازدواجية والله كان خروقات أخرى على أين طريق الإصلاح طويل وكانت منا وأن بسبقاش يغيبت الحكمة لك أصدر يكونوا نصغرين وكل واحد يبعى بالطور دياله سيدنا جيبو أنت رئيسة بالحكمة كنت معنا شكراً زيلاً لك ولانا لقاء آخر إن شاء الله شكراً جزيلاً شكراً